بدأت إدارة الحيوان طبعاً بالدرس نكون أنا والزميلي الدكتور أحمد حسام أنا أخذكم برعاية الخيل كل ما يتعلق بالخيل ورعايتها وما يخص هذا الموضوع يعني مثلاً أو بالبداية رح نتعرف على الخيل وصفاتها وتصنيفها وبعدين رح ندخل بالتربية وتغذيتها والمتطلبات وحتى بالنسبة لموضوع التناسل بالنسبة بالبداية رح نحكي أول شيء على تصنيف الخيل أول شيء خلأ أمطيكم مقدمة باعتبار أنه أنتوا هسا دخلت للطب البيطاري وإن شاء الله لأدكم خمس سنين رح تأخذون بها العديد من الدروس مثل يعني لأدكم التشريح للطب الباطني الولادة بس خلوا ببالكم أنه درسي دارة الحيوان هو درس الوحيد خلال أول ثلاث سنين من قليات الطب البيطاري يكون هو اللي علاقة بالطب البيطاري لأنها أول ثلاث سنين رح تكون بايسك يعني رح تأخذون يمكن شفتوا الجدول كيميا وبايولوجي حتى التشريح يعتبر بايسك وبعدين في الصفل الثاني رح تأخذون كيميا حياتية تسلجة أدوية يعني ما عدكم أي تماث خلأ أول ثلاث سنين مع الحيوانات باستثناء مع درس رعاية الحيوان وطبعا صف رابع رح تأخذون كلينك وتأخذون هاي دروس فرح ترجعون للمعلومات اللي احنا نطيناكم ياها بالبداية فنبدأ إنه لديوتي and rights of veterinarian أول شي عدنا keep the animals healthy and control and treat the animal from diseases هو إنه لازم نحافظ على وظيفتنا كالطباء بيطارين نحافظ على الحيوانات في حالة صحية جيدة السيطرة ومعالجة الحيوانات من الأمراض الثاني شي عدنا diagnosis the zoonotic diseases among animal and human being اللي هو تشخيص الأمراض المشتركة بين الحيوانات واللي تروح أيضا تنتقل يمكن سامعين أكو أمراض تنتقل مثل فلاوانزا الطيور أمراضي عن المشتركة وتكون وضائية مثل فلاوانزا خنازير همينة وجنون البقار هاي كليتها الأطباء البيطارين هما اللي شخصوها وشوفون إنه تنتقل هاي للهيومن لو فقط بين الحيوانات انشاءال وإنشاءال نشوف المنتجات الموجودة وننطي التقرير عليها إذا كانت هذه صالحة للاستهلاك أو غير صالحة للاستهلاك هاي إنشاءالله أنتو أكو درس بصف خامس صف رابع صحة حليب وأدكم تاخذون صحة اللحوم هذه هي المسؤولة عن أو يعني هاي درس هي اللي تنتقهم فكرة أنه تنتقل صلاحية المنتجات الألبان أو مثلا من ناحية الصحية أو حتى اللحوم لتوقيح الحيوانات توقيح الحيوانات ونشوف اللقاح يعمل ضد إذا كان يعمل ضد المراض عدنا discover the drugs for each diseases وظيفة الطبيب بيطر أيضا اكتشاف الأدوية ل لتسبب الأمراض للحيوان أو بلعك استعالج يعني الحيوان سبريد the genetic mers or traits for the best animals by artificial insemination and improve reproductivity and productivity of the animal للطبيب البيطري واحدة من المهام إنه يعرف لازم الأفضل الجينات عند الحيوانات أو صفات الوراثية الجيدة وش يسوي عممها عن طريق شنو عممهم عن طريق إنه إجراء artificial insemination اللي هو التلقيح الصناعي رح نشرح لكم علي بعدين بالخيل شوية ندخل بال artificial insemination لإنه إحنا قلنا البداية ننطيكم إياها يعني ما رح ندخل ك reproduction deep بس إنه ننطيكم فكرة شنو artificial insemination حتى نحسن من إنتاجية الحيوان أو نحسن من الكفاءة تناصلية ننطي يكون تابعا بي supervised on the slaughterhouse batteries animal and poultry field and flock dairy products plant and feed stuff factories and their storage مسؤول الطبيب الميطري يكون مسؤول عن المجازر سواء كانت مجازر الحيوانات الكبيرة أو مجازر الدواجن وقطعان الدواجن وقطعان الأبقار الحليب وهو اللي ينطي الفيد stuff factories and their storage وكيفية لناه وشون يكون العليقة وكيفية حفظها عدنا الواركينج اناليتيكال ديزيز لابراتوري كونسرنينج انامال and هومن دين يشتغل بمختبرات التحليلات المرضية إذا كانت للإنسان أو للحيوان هاي بصورة خلي نقول مختصرة عن يعني عن تواجبات الطبيب البيطري أو عن الأشياء المجالات اللي يعمل بها الطبيب البيطري وهي مجالات بصراحة عديدة وواسعة ويبقى كل إنسان يعني مجهودة وثقتها بنفسها ومعلوماتها يعني رح نبدي احنا بالإكواين الخيل أو الفصيلة الخيلية عدنا الإكواين include horse donkey zebra pony and crossbreed such as mule and honey الإكواين الفصيلة الخيلية تشمل الخيل donkey الحمير البغال pony الخيل القزمة and crossbreed اللي هي الهجينة أو المتزاوجة بين فصيلتين مختلفة مثل الميول اللي هو البغل and honey اللي هو النغل الميول البغل اللي هو جاي من تزاوج الفرس مع الفرس اللي هي الأنثى الحصان مع donkey مع حمار الهني بالعكس بس عفوا دكتور السؤال نعم توضي يعني هو الهني هم فصيلة الخيل نعم نفس الفصيلة الفصيلة الخيلية زين عدنا الهني اللي هو جاي بالعكس تكون يقولون يعني يقولون البغل يشان يتفاخر بخوالة لأنه أم أم فرس فخوالة حصان فخوالة يعني خيل بينما الهني بالعكس أم حمارة والأب حصان فطبعا الميول والهني يكونون عقيمات يعني الميول ما جاي من تزاوج بيناتهم لا يجي إلا تزاوج بين فرس وحمار والهني بين حمارة وحصان يصلون أو عمرهم يصل للفصيلة الخيلية بحوالي حوالي عمرهم 25-30 سنة هذا باعتماد على السلالة يكون السلالات مختلفة اعتماد على الإدارة واعتماد على البيئة يعني ما معقول أنه مثلا فرس مأتنين بيها وبسطبل وإن شاء الله إذا يصير مجال نوديكم للفروسية حتى تشوفون الخيل الموجود هناك أثناء تشوف شان نرهمها بدروس العملي بس يعني تشوفون الرعاية مالة الخيل والاهتمام بيها أكيد ما رح تتوفر الأجواء نفس الأجواء اللي نشاء اللي نقول لحصان مال أبو النفط يعني أكيد فهاي المنجمنت والإنفيرومنت المتوفرة رح تأثر بفترة أو طول العمر يصل الفل أدالت يصل لعمر البلوغ بحدود منذ خمس سنوات أدنا الساينتفك كلاسيفيكيشن اللي هو أدنا الساينتفك كلاسيفيكيشن مدى سمعوني شباب وقسم دي كتب لا 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 موجود موجود صوت كل شي واضح مرح صوت لا نسمعش نسمعش بكتور أوكي شكرا عدنا الساينتفك كلاسيفيكيشن التصنيف العلمي للفصيلة الخيلية أول شي عدنا الكنجدام اللي هو الأنيميليا المملكة الحيوانية الفاينم كورداتا اللي هي الحبلية الكلاس ماميليا الصاف اللي هو الحيوانات اللبونة الأوردار البرسيو ديكتايلة اللي هي أحادية الأضلاف لأنه عدنا الخيل تمشي أحادية الظلب بمعنى أنه تمشي على الحافر مالتها الحافر إن شاء الله رح تأخذوه بالتشريح يعني إحنا نسموه نمشي على القدم كليتها إحنا مو كليتنا نمشي على القدم وعدنا خمس أصابع الخيل الحيوانات مو كل الحيوانات يعني مثلا عدنا الخيل يمشي على الأصبع الثالث بقية الأصابع بها ضمور يمشي على الأصبع الثالث يعني الخيل يمشي على الأصبع الثالث بينما فهو مفرد بينما مثلا عندكم شي سموها الأغنام والأبقار تمشي على الأصبع الثاني والرابع جماعة الباتشة يمكن يعرفون إنه أكو أصبع إنه ذني أضلاف الثاني هنا أنا بالخيل نسمي حافر بالمجترات نسمي أضلاف فشايفين إنه ثاني والرابع بينما الحصان أو الفصيل الخيلية تمشي على الثالث الأصبع الثالث زين عدنا الفاميلي إكويدي العائلة الإكويدي الجينوس الإكوس عدنا الاسبيشيز النوع إكوس في الراس السبسبيشيز هو إكوس في الراس كبالس نجي على الهورس هورس is one of two extant subspecies of إكوس في الراس هو حد الأنواع الموجودة للسبيشيز إكوس في الراس it's odd toy دقنا مفرد وحادي الأضلاف إن قلات ماملز belonging to the taxonomic family إكويدي يرجع إلى عائلات الإكويدي مثل ما حتنا قبل شوية الهومان بي الهومان بيجان المصطلح نقصد بي في شي معين فقدنا مثلا مصطلح الكولت الكولت اللي هو نقصد بي male horse under the age of four إحنا قلنا عمر البلوغ الجنسي أو عمر البلوغ للحيوان يكون قلنا خمس سنوات اللي منقول مصطلح كولت نقصد بي الذكر male يعني ذكر الذكر إحصان الذكر اللي أقل من أمر أربع سنوات يعني غير بالغ الفلي female horse under the age of four اللي هي الأنثى للحصان الأقل من أربع سنوات يعني معناها غير بالغ الفل اللي هو horse of either sex less than one year يعني مهر المهر الفل اللي تشمل الخيل أو الحصان من الجنسين يعني هذا الجنسي اللي نستخدمه اللي يكون بعمر أقل السنة gelding شنو هذا gelding a castrated male horse of any age أي ذكر مخصي يعني هو أكيد يعني الذكر فقط اللي يتم مع بها عملية الأخصاء أي ذكر مخصي من الخيل نسمي gelding أي عمر المهر قدنا المهر الفرس من نقول الفرس female horse four years old and older يعني معناها إنه الأنثى اللي بعمر أربع سنوات فما فوق يعني تكون بالغة الستاليون اللي هو non-castrated male horse four years old and older اللي هو الذكر الغير مخصي بعمر أربع سنوات فما فوق يكون أكيد غير مخصي يكون ذكر بالغة من نقول the term horse من نقول كلمة horse أو نسمع horse sometimes used to refer specifically to a stylin يعني من نقول حتى إحنا بالعربي من نقول الحصان يجيب بالنا الذكر أو يعني فدائما مثلا كلمة حصان تشير إلى أو القزون بها الذكر بس هو كلمة horse يعني ما محدد بها ذكر أو أثار بس شان مثلا صار في شيء متعارف أو دارج يعني أدنا مصطلح the yearling the horse of either sexes that is between one and two years old the yearling من خلين نقول من المصطلح ما تم أنه السنة يعني يشمل الذكور أو الإناث من الجنسين أو يعني الدخيل من الجنسين بعمر سنة إلى سنتين زي أدنا نجي للhorse breed divided into three categories based on the general temperament أدنا الهورس رح نقسمها إلى ثلاث أو نصنفها إلى ثلاث نواع اعتمادا على درجة حرارتها أو النوع الدم مالتها أدنا أول شيء اللي هو الخفيفة أو يسموها الهوت بلد تتميز هذي بالسبيد السرعة والإندرانس بقابلية قوة التحمل أدنا الكولد بلد اللي هو دوات الدم البارد مثل منه مثل الدرافت هورس and some ponies الدرافت هورس اللي هو الخيل تستخدموها بتجار طبعا دو تشوفون إذا بالصورة الخيل اللي يستخدموها بتجار العربات تكون حجمها كبير وبخمة ومحلوة يعني ما يقدرون الخيل اللي يستخدموها بتجار أو أثناء العمل أو حتى مثلا يشغلوها بال خلي نقول شون يعني مثلا بالمزارع أو يشغلوها بالأماكن ما رح ما يدخلوها سباقات وما يدخلوها ركو لأنها تكون ثقيلة ما تقدر ضخمة يعني ما عندها الرشاقة الكافية ومحلوة ومحلوة تشوفون البوني اللي هو هذا الحصان اللي يكون مثل القزم تكون هذه السويتبول هذه السويتبول تكون السويتبول الدم البارد بالنسبة لل size and measurement بالنسبة للقياسات أو التصنيح حسب القياسات وشون نقيس الحصان أدنا أول شي the height of the horse usually measured at the highest point of the weather where the neck met to the back يعني هسا نريد نقيس الارتفاع معالتنا دكتور العفو نعم رح سألت سؤال لأن هسا الكل رح يسئلوا هذن الأرقام وذن الأمور رح لازم نحفظها بالتفصيل بالانتحانات يعني ترى هي بس هذن الأرقام معدكم هواي أرقام يعني أو مثلا حفظة بالهان دلت حفظة بالسانتيمتر آه أوكي أوكي تمام تمام أنه هسا مثلا هسا أنت من تريد تروح تقيس طولك شرح تسوي رح توقف ويخلون هذا الماتلميترز يخلوه على قمة رأسك لأن هي هاي أعلى مكان موجود بجسمك صح لا أو لا نحن بصورة عامة بالحيوانات ما نقدر أنه يكون قمة رأس الحيوان هو أعلى نقطة أو أعلى ارتفاع به ليش لأنه أنومال يعني هو ما رح يثبت رأس يعني مثلا أنت من توقف رح يقول لك أو قف ثبت جسمك ثبت رأسك رح توقف عادل خلاص يقيس الارتفاع ما هل تكن تهيني فإحنا شنسوي نقيس ارتفاع الحيوان الحيوانات نقيس ارتفاع أو طولها من أكو نقطة ثابتة بجسمها اللي هي منطقة يسموها الوذر الغار بالعربي يسموها الغار وإن شاء الله بالدرس العملي أراويكم وين هذا المكان هذا المكان منطقة التقاء الرقبة مع الظهر هي تصبح مثل ارتفاع بسيط هذا أعلى قمة ثابتة بجسم الحيوان فإحنا إذا نريد نقيس ارتفاع الحيوان رح نقيس من هذا المكان فهي the height the height of horse usually measured then at the height point of the weather where the neck met the bag this point used because it is a stable point of the anatomy إن هذه تكون النقطة ثابتة بالنسبة للمناحية التشريحية ارتفاع الخيل the height of horses often stated in unit of hand كل الحيوان عادة تنشان يكون القياسي أما بالسنتيمتر أو بالإنج الخيل يقيسو أكو unit خاص بي وحدات خاص بي اسمها الهانس القبضة and إنش زين أو الإنشات one hand تعادل four inches one hand تعادل four inches the size of horse variety by breed influence by nutrition أكيد ارتفاع الخيل أو قياساتها تختلف باختلاف السلالة وتختلف منها تتأثر بمن influenced by nutrition تتأثر بالتغذية يعني إذا أوكي أنت عندك حيوان بس مثلا من فصيلة خلن نقول نوعية جيدة أو ارتفاع عالي وانت ما مغذيها خلن منذ خلن نقول المراحل الأولى من الحياة حتى مثلا يعني أبو فقرة اللي ناشى بمناطق فقيرة أو تغذيتها قليلة مو مثل اللي تكون تغذيتها على مستوى عالي تشوف الفرق يعني أنه هذا يكون خلن نقول يعني ما يأخذ كل الجينات أو ما يقدر يمثل كل الجينات لأنه ما عند التغذية المناسبة ما عند البروتين عندنا التقسيمات عندنا light riding horse اللي هو الخيل الخفيفة اللي تستخدم للركوب هذي شون تكون هذي تكون range مالتها حوالي الارتفاع مالتها من 14 إلى 16 hands 14 إلى 16 hands زين آه هاي بالسنتيمتر فأنتو لو بالهانز لو بالسنتيمتر زين الويت مالتها حوالي 380 إلى 550 كيلوغرام هاي خفيفة هاي خفشي larger riding horses اللي تكون أثقل هاي راح يكون ارتفاعها من 15 point 2 إلى 17 hands زين وويت مالتها من 500 إلى 600 بينما الheavy أو الدرافت اللي قلنا الخيل الجر الثقيلة هاي راح تكون أثقل شي وحتى تكون ارتفاعها عالي 16 إلى 18 hands ويكون الويت مالتها يوصل من 700 إلى 1000 كيلو زين الخيل نستخدمها بشنو أول شي بالاستخدامات الخيل نستخدمها بال sport competition and non competitive recreational prositis نستخدمها بالسباقات نقدر نستخدمها بال خلنا نقول بالترفيهية بالسباقات الترفيهية أو المناسبات الترفيهية بدون بدون منافسة يعني مثلا الركض العوارض يعني أكو بعض حتى مسابقات جمال يعني عدنا working activity نستخدمها بالعمل مثل police work شايفين أنتوا بوايا الدول يستخدمون الشرطة مالتهم تستخدم الخيل تفريق بين المضاهرات أو تنظيم السيار agricultural كزراعة يستخدم بجر أو entertainment اللي هو الترفيه مثل السباقات and therapy therapy العلاجات therapy شنو نستخدم العلاجات أنا أقولكم إن شاء الله هاي ناخذها بمحاضرة التناسل الإدرار شافوا إنه الإدرار مالت الفرس الحامل الإدرار مالفرس الحامل اللي يحتوي على هرمون إدرار الفرس الحامل يحتوي على هرمون PMSG Pregnant Mare than Gonadotropin هذا موجود بإدرار الفرس الحامل في قسم أخذهم ويستفادون من عنده بتلقيح يعني أو منحق لحيوانات ثانية حتى استحداث الشباق بحيوانات ثانية هذا بعدين ندخل بشكل مففضل الهورس يستخدمون بشكل تاريخي الخيل استخدموها بالحروب مالي بروديك تاريخ فرم هورس أكو عديد من المنتجات نستخدمها من الخيل مثلا الميت أكو هوا يأكلون جماعة المبادية يأكلون الحمات الخيل مالك الحليب هير الشعر مالت يصنعون من بعض العدوات أو حتى فراش أكوش مع الرسم أو أنواع من الفراش التي تكون مكتوب عليها من الإكوان العظام مالت و فرمكوتكول استخدموها من الرسم الهورن و هؤللي إنتاج قوائي من خلال الاستخلاص من إدرار أو بول الإناث أو الأفراس الحوامل نجي الموفمنت باعو حتى الموفمنت كل الحيوانات تمشي أده مشية واحدة الحيوانات الخيل عنده مشيات وهاي تكون خاصة بي وكل مشية طبعا أكو بعض بس أنا اختصارتها بس بهذا الحد إنه مجرد إنه تعرفوها أدنا الفور بيت ووك الفور بيت ووك اللي هو الحصان يمشي على أربعة يعني يقدم الرجل الأولى الرجل الثانية ثالثة شباب أنتو بقين عندكم صوت موجود موجود صوت موجود آه شكرا موجود موجود يميان أوك أوك يعني عدنا الفور بيت ووك اللي هو من شون مني نجدت كلمة بيت اللي هي البيت سموها النغمة أو يعني اللي هذي إنه الحصان من يمشي أربعة تسمع طب طب يعني تعرف إنه أربعة قوائم هذا الفور بيت وهذا تكون السرعة من يمشي بي 6.4 كيلومتر بير أوك عدنا التو بيت التو بيت اللي اسمها trots أو joke هايا شنو إنه تسمع بس يعني طبطين شون هاي صير إنه القائمة الأمامية اليمنى مع القائمة الخلفية اليسرى نفس الوقت نزلها فتسمع بس دكتين أو تسمع بس صوتين كأنه قواعم اثنين هاي تميز بها الخيل تتميز بها زي قدنا قدنا السرعة عمالتها تكون 13 إلى 19 كيلومتر قدنا الكانتر أو اللوب الي هو ثري بيت تسمع ثلاثة إنه قائمة أمامية واحدة واثنين خلفيات زي الغالوب اللي هو العدو ممكن السيارة غالوبر ما أخوذها من هذا من هذا المصطلح اللي هو الركل أو العدو الغالوب الغالوب أفريج حوالي 40 إلى 48 كيلومتر كيلومتر هاي أشكال المشيات قلنا الووك الووك رح تكون إنه قلنا نسمع أربعة أربع بيتات يمشي أربع قوام يعني ينزل القائمة الأولى القائمة الثانية قائمة الثلاثة الرابعة أربعة التروت أو الجوك اللي هو قائمتين فقط تنزل يعني القائمة الأمامية اليمنى بالخلفية الأسرة بنفس الوقت يكونون نزلون بالقاع ويبس يعكسها عدنا بينما قلنا الكانتر اللي هو هتكون تسمع ثلاثة ثري بيت ثري بيت تكون ثلاثة تسمع ثلاثة قوام أو تحتم نشوف طبعا هاي يسوون بها مسابقات يعني إذا شايفين على دبي أكو قناة خاصة يطلعون مسابقات أنه يسوون استعراض أنه الحصان اللي يمشي هاي المشيات وعدنا القالوب صحيح تطلع اي قدنا القالوب اللي هو الركض أو العدو اللي هو عادي الركض ثابت هذا يكون زين هاي الصورة توضح دي شفون المشي هسا أول صورة اللي فوق اللي البنية الحصان الأسود المفردة هذا دي يمشي مشي عادي اللي هو الوق العادي مشي العادي فور بيت يعني يكون الجواها هذا هذا القالوب العدو الركض منتل الأحصان بينما التروت أو الجوك اللي هو التو بيت دي شفون مأشر بس على قائمتين قائمتين هبني اللي يكون نازلات والباقي تكون مرفوعات طبعاً الخيل فت شي جداً يعني أشياء مو مثل باقي الحيوانات يعني حتى الألوان مات يعني معقدة يعني يختلف عن باقي الحيوانات مو بتعدة تدرجات وبعدة ألوان جنتيك مات يعني كل صفات كل صفة من الصفات نحن نحن كهيومن كل صفة مسؤولة عنها جينات معينة الألوان مات الخيل تداخل بها العديد من الجينات لأظهار هذا اللون فلهذا تكون ألوانها مميزة تكون يعني مات الشابة يعني صعبة أنه تشابه فهس رح أحكي لكم على هذا الموضوع عندنا الكلور والماركينج اللون والعلامات أكو عندنا لون وعندنا علامات بالخيل نجي الهورس اكسهبت او كوت كالر ان دستنكتف ماركينج يتميز الخيل بالألوان الدرجات الألوان المختلفة للكوت للمظهر يعني أو الجلد الخارجي إله ويتميز بصفات فريدة بالماركينج بالعلامات أوكي شنو العلامات حتى من أحتي بعدين تفتهمو يعني العلامات الحصان خلينا راويكم صورة هنا بل كت صورة اي فس مثلا هنا فس مثلا هذا هذا اكو تشوفون القصة مالت الحيوان الجبهة مالت اكو لون أبيض صغير هاي تعتبر من العلامات المميزة إذا تنتبهون على القوائم مالت زين القوائم مالت هم بها لون أبيض يعني هسه هو لون كمينت بس القوائم مالت تشوفون بها مثل لون أبيض طبعا هذا اللون يعني إذا أجيب ما ماكو حصان ثاني بهذا اللون بنفس هاي العلامات ماكو ميت شابه مستحيل زين خلاء راودكم بل كتاكو صورة لخ شوف لنا صورة لخ بل كتكون واضحة هسه مثلا هذا اللي المؤشر على رجلي القوائم باللون الأحمر شوفوا اللون الأبيض بالوجه اللي يبادي من الجبهة والحد المخطم يعني الحد الأنف خلي نقول نشوفوا نشوفوا نازل هاي كل وحدة لها تسمية يعني مثلا قبل شوية كان لون أبيض قليل هاي يسموها النجمة أكو يسموها غرة تمتد أكبر على الجبهة وأكو شي يسموها غرة وسيالة اللي هو تمتد من الجبهة تنزل للمخطم هاي أوكي حتى طبعا هي وين تكون هاي العلامات البيض يكون لونها أبيض هذا الشي ثابت يكون موجود بالرأس أو بالجبهة زين قلنا يعني ما يكون فقط بالجبهة أو ينزل على الامتداد مال أنف الحيوان هاي أو يعني تكون بالقوان فمثلا هسا هذا الأحصان هاي الأشكال مات هنا راح تكون مثلا تشوفون أكلون أبيض فمرات يصير يسمون التحجيل 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 شان راح يكون راح يكون إنه ثلاث قوائم مرات بقائمة وحدة قائمة أمامية أكو قائمة خلفية زين أوكي شباب شنو عدكم عدكم سؤال استفسار قولوا عنوياكم إيه إذن ماكو يعني توم نفس اللون لا يعني بقائمة نفس اللون مثلا تلقي أدهم الأدهم تعفون يعني شنو يعني اللون أسود أدهم لون أسود هذا مثلا لقيت وحصان أسود وأدهم أو كوميت اللي هو يكون على حمار هذا ما راح تلقي مثله مثلا خلين نقول عنده جبت هذا الأدهم وعنده تحجيل يكون عنده تحجيل اللي هو اللون الأبيض مثلا خلين نقول اللون الأبيض بقائمة اليمين الأمامية اليمين أوكي فما راح تلقي همين واحد أدهم وعنده تحجيل فقط باليمين حتلقي يا أما عنده قائمة خلفية أو تلقي إنه حتى التحجيل ما تمو للمفصل لفتلك لا تلقي واصل الحد للمفصل للألبو يعني لتكون أعلى ما راح يجي نفسه فلهذا شي يساون من يشتغلون جماعة الخيل أو يعني اللي يشتغل بالفروسية الأصحاب الحيوانات أو ملاك الحيوانات شي يساوي أول شي يركز عليه هو اللون والعلامات الفارقة يعني مثلا يكتب اللون كوميت مع التحجيل أمامي مع القائمة الأمامية اليمنى يتميز بغرة وسيالة هذا الحصان ما إذا سجل هاي خلي نقول يختلط الحصان ما يختلط يعني هاي المتميزة ما راح يختلطو غير حيوانات لأن ما كو مثله هاي يجي يجي هاي يعني هو هاي بس الصفات المظهرية شون العفو ما اسمعتك فطع الصوت الصفات المظهرية من الحيوانات تأثير يعني يعني تصرفاتها مثل الحصان الأسود صغر أسرع الحصان لا 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 مهي بس هي أكو سلالات مثلا الحصان العربي كلكم تعرفون الحصان العربي هو أغلش هو يعني كلي رغبة شي سوون مثلا أكو الحصان العربي أكو الحصان الألماني السلالات يعني هو هذا السلالة هي بس هو بالدرجة الأولى العربي العربي يختلف أما ينطوكم بالتشريح العربي يختلف عن باقي الخيل يش أولا يتميز أنتوا حتى سيدة هاي بالجوجل شوفوها العربي يتميز أنه شون يكون يكون حجمة صغير خلا رويكم واحد عربي هذا عربي هاي الفرس البيضة عربي أول شي يكون حجمة أصغر الذيل تشوفوها شون مرفوع هاي في الصفات الأذانة تكون مرفوعة والرقبة الرقبة ما تلها هاي تكون مقوسة تكون مقوسة يعني من التباوع للخيل العربي بي جمال ثاني شي يكون خفيف وسريع يعني هو حجمة صغير يكون خفيف وسريع طبعا حتى عدد الأضلاع مات أقل من باقي السلالات قاموا شي يسوون طبعا الخيل العربي شان عندهم هذول اللي يسموهم النسابة يعني أنه مثلا من تروح مثلا تقول له هذا حصان عربي أو هاي فرس عربية رح يقول لك هاي بيت منو لأنه أكو تزاوج يعني موهي اعتباطا يعني يقولك هذا الزوجة من أبوها الذكر الفحل الفلاني الأم فلانية ومعروفة بالأسماء يعني ويرجعون بيها أوكي بينما هزا شوف هذا هذا ما التجار دي شوفه الشونة يعني ضخم كبير يعني ثقيل ما يقدر يتحرك ما حلو حتى رأيكم شوف بها رقبة هذا اللي ما التجار الشونة وشوف هاي الفرس شوف الجمال يعني بيه صفات يعني مني يعني أنت أكو أشعار كاملة على الفرس وجمالها طبعا الفرس العرب المو إي فرس لأن بيها صفات تتميزها فهي سلالات السلالات اللي هو قلنا عدنا العربي اللي هو بالدرجة الأولى وعدنا باقي قاموا شي سوون قاموا السلالات مثلا الإنجليزي يزاوجون السلالات مالتهم ويه العربي ونتجوا خطأ جديد يكون أنه أسرع حتى من العربي ليش لأن أضخم يكون وبيه ما أخذ من الصفات العربي زين فهي جسار دكتورة العفو أنا سامع ما قدروا يهجنون فرس العربي ما قدروا شنو يهجنون تهجين لا شن ما كو تهجين بس فرس العربي غير فرس عادي هجنوا بس العربي يعني ليش ما قدروا يهجنون مستحيل هذا الشي خلاص إذا باوع زاوجت جبت فحل خلنا نقول أجنب من أي سلالات أكو سلالات الألمانية أو الإنجليزية أو حتى يسموهم المالهنود الحمر هذا يكون مثل المبقع هذا ذكر ومن هاي السلالات زاوجت مع فرس أوكي رح تجيك أنثى حاملة النوعي يعني حاملة الجينات النوعي فجدتي فما رح يبقى هو عربي أصيد هو أكيد ما رح يبقى عربي أصيد زين فتبقى حسب التزاوج والجينات اللي تكون موجودة فهم حاولوا ويحاولون إنه بس يبقى هو الحصان العربي هو الدرجة الأولى ومن عنده يحاولون إنه يأخذون صفات أو يحسنون النسل دكتورة يعني إنه إذا نقلوا دينات أو خلال جدعية يعني ما جربوا يتحين من حصان إلى حصان ها باعي بالنسبة هذا الموضوع شي سوون هم هذا يدخل يعني مثلا خلل نقول أكو حصان دبي خصوصا دبي به أكثر شي إنه مثلا عندهم حصان عربي صفات وقلنا معروف خلل نقول نسبة بيور نقل إنه هذا معروف منه الأبو جدة وهذه يعني شون شجرة مع العائلة يطلعوا لكم إياها إنه هذا عربي أصلي هذا معروف هذول أجداد وبعدين رجع لك إنه كان يم يا قائد عربي كان منه هذا أصلا خلل نقول الجدمات المهم فهذا مثلا يريد وانتي عندك هاي شعصان عندك انتي فرس وين موجودة موجودة بفرنسا تريدين أنتي تلقح يتأخذين منه صفات هذا الذكر فش تفعل السائل المنوي جمعوا من هذا الأحصان وطبعا بطريقة خاصة ويجمدوه وينقل بالقصبات الموت التناسل ينقل المن والسفر يروح وين يروح لهذه الدولة ويلقحون بهذه الأنثى فهذا سيصير خالية بسمال أنه يدخلون بالجينات ويجي يعني لم يفعل بحال ترى أنه حسب ما درسنا بالأحياء أمو السادس بوقتها أنه بالفصل الوراثة أنه أكوش محاولة صارت بنقل الجينات أو خلايا الجذعية بالحيوان بس هي أنه التجربة فشلت بالبداية بس إحنا هؤلاء يشتغلون عندنا بالكلية على الخلايا الجذعية يعني هؤلاء أكوش غالبية بس هاي أكثر شي يستخدم ها كعلاجات كتريتم أنه تريدين تعالجين شي معين بس مو أنه كإنتاج إحنا هنال هس نحن نحن كإنتاج أو كصفات بصورة عامة ما تقدرين نتحكم يعني معناها أنت تتدرين إذا مثلا كصفات أو كشكلية أو صفات إنتاجية كم جين كل شي هو يعني هيكون الموضوع جدا متعب هيكون موضوع ما رح تقدرين يعني تتحكم بي يعني فتكون عن طريق التلقيح الاصطناعي إذا موجود أو التحسين بالتلقيح دكتورة هم أكو فرق بالسرعة بين الأنثى والذكر لو نفس الشيء لا لا ها تعتمد على السلالة ستكون بعض سؤال عفو دكتورة كلها نفس المظهر التشريحي من ناحية التشريحية إي فلهذا هسنت ونتروحوا إن شاء الله العمل للتشريح رح تشوفون ما حاطيكم حاطيكم دونكي مشرح لكم دونكي أنا إذا معدكم سؤال رح أتوقف هنا للألوان حتى المحاضرة جاية ثلاثة إن شاء الله زين شي سموها يعني نكمل هذا الموضوع وندخل بالسلس إذا دحقنا لأنه حتى الخير يتميز إنه يعني كثير صفاتهم زين زين دكتور نحن باتل عدن المفروض عملي أو يمكن مثل اجتماعه المهم إذا أخذنا عمل إيش رح نأخذ هذه المادة بضبط إدارة الحيوان باعو قلت لكم تنقسم هذه المادة هي الوحيدة الأول لثلاثة سنين اللي إلها علاقة بالطب البيطري أو اللي حيتكونون كونتاكت ويا الحيوانات البقية لثلاثة سنين رح تيجي كليةها حتكونون مختبرات وهذه من حس زين يعني مني بدي طبعا وباتشرة رح يقولوا لكم التقسيم والتلقروبات حتى حتى الأسبوع البعد تتباشروني بالعمل يعني دكتور زين هسا هاي نحفظها يعني هاي المجزلة نحفظها في الحل أو أنت فهميها تمام تفهميها زين بس افتهمنا يعني عدل لخص من هذه التالة أكيد أكيد يعني ما رح تكون كلمة كلمة يعني أكيد زين فأنتوا هسا تحضرون الصداري أنه من نشطول من نروح للعمل يخلوا بالي قلت لكم إحنا الدرس الوحيد اللي يكون بالحق والعلاقة بالحيوان فبنات أفو الدكتور روعد لك بعد الأغلبين ما الجايبين لو كنت أوكي يعني شي سموها بعد هو السبوع الجاي أنت كنت لحقون بس هو أني صدرية بالذات بدرس إدارة الحيوان على موتكم أنتوا مو على موتنا أحنا على موتكم أنتوا لين رح تتواصخون رح تتقتربون من الحيوان وما تعرفون يعني شنو أكو يعني وصخ وهي شي يعني فأنتوا يعني بنات الدرس العملي بالذات إدارة الحيوان لبسوا فلاتات زين يعني لبسوا أشياء مريحة لأنه يعني حتى تقدرون تتحركون ووقفة هواية وهي شي يعني بات تاج نجيبها بات لا لا على الأسبوع الجاي الزين على الأسبوع الجاي أضافر ماكو بنات ماكو أضافر من هسنة كوني الخدقو صح باعوا هسنة مادم أكو عملي هسنة ماكو أضافر هنم أضافر مكياجب كيفكم حطوا يعني ما لعلقة بس عاني إذا أقولكم إنه اللاب كوت حتى شنو إنتونت تتوصخ هدومكم زين دكتورة وحنا شرح نسوي بالضبطو يا الحيوان هذا كان سؤالي شرح نسوي هس عاني رح أكمل واني هسا جايتك بشرة أول شي شرح يكون أدكم أو شي رح دارة الحيوان رح تأخذو بالكورسين كورس الأول زين رح نعرف أولا هي أربع شهور طولين به نقصيهم بعد صف ثاني وثالث طولين براح تشل إنها بصف رابع حيرجعون جماعة الجراحة يقصوا شي إياها أول الكورس الأول رح نتعرف على أجزاء الجسم الخارجي أنتوا بالتشريح رح تتعرفون على أجزاء الجسم الداخلية أو يعني خلينا نقول من ناحية تشريحية العظام إحنا لا رح نقول لكم من ناحية خارجية يعني بمعنى إن شاء الله بالعمل أقول لكم في أجزاء الجسم الخارجي ثاني شي تتعلمون طرق السيطرة على الحيوان يعني مثلا أنه أنت شون تلزم الطريقة الصحيحة لمسك الحيوان شون تقترب من الحيوان شون إذا تريد شي سموها شون تريدت لزمة شون تريدت عالجة يعني الطريقة الصحيحة لأنه كل حيوان إلى طريقة للسيطرة والتعامل يعني مو الموضوع هي شي اللي عندها فوبيا من الحيوانات لازم لا ما ي ما يتفيد طبعا ما يقدر يعني طبعا أنا أقول لكم من هست كل سنة عدنا هايا ما أدري العام قليلة كانت عدنا بس طالبة واحدة يعني من دا تلزم الحيوان العياط والبتشي والهذه خاصة أنا وياكم ويا البنات الزين فأنا إن شاء الله أكون وياكم بالدرس العملي حتى أشوف الشون بس الكل يتزم حيوان الكل مديدة الكل رح يشتغل الزين خوة ما أذينا الحيوان دكتورة شون خوة ما أذينا الحيوان لا هو بعي هس أنت إن شاء الله هاي الخطوة الأولى أنه أنت بدأت تكونين طبيبة بيطرية فإحنا وياكم ما رح يؤديكم الحيوان هاي أول شي ثاني شي هو أصلا إنه جزء من شغل إنه شون تتعاملين ويا الحيوان بطريقة صحيحة يعني مثلا باترقبادة تشتغلين بعيادة أو أحد يجيب الحيوان تفحصي لازم تتعرفين شون تقتربين منه خو ما نظلين صحيحين لو تركضين ويركضون يعني تخافين منه يعني مجرد إنه نسوين هاي الحركة بعد خلص بعد ما حد يجي العيادة ما تش يعني بعد ما حد الأونارية حطونا عليه شكروست وانتهى دكتور متواجدة يوم من أحد موحي يعني باتر موجودة أي آني باتر موجودة بالاجتماع وياكم باتر يعني باتر لا بس اجتماع باتر انتو اجتماع بس قلت لكم القروبات نشوف شون رح يصار التقسيم مالاتكم وحسب رأي السيدة العميد إنه هون رح تباشرون أو لا دكتور بس شدو الحيوانات هتعامل وياها أبقار أبقار وعدنا حصان يتيم وعدنا أغنام وماعز بس هس لا لا ما قلت سيديان ومور وحسب أبقار وشوف دكتور المنهج ما تقسم قسميا لو قسم واحد كله بالسنة كاملة لا لا باعوا جزء احنا هسا أنا هنطيكم الخير دكتور أحمد حسام ينطيكم عن الكتل الأبقار وفصيلة البقارية بالكورس الثاني رح تأخذون الأغنام والماعز رح تأخذون الجمال رح تأخذون عن الوائلد عن الحيوانات البرية زيان أكوا حظيرة شفناهم عن الشلاب هاي شنو ما علاقة بيه البت عنامول أنطيكم إياها بالعمل إن شاء الله أعتقد هذا رهام حسب ما هو حسب الوقت إذا رهام أنطيكم بالكورس الأول البت عنامول الحيوانات اللي في الكلاب والقطاط شتت رح نضطر نقت الحيوانات لو تشتغل على أشياء ميتة لا 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 ليش تقتل الحيوانات آني يمي ماكو أي شي بيقتل ماكو أي شي هاي كلية إنه يكون الحيوان غلبي العنوف إحنا بالعكس خلنا نقول مع تحسين صحة الحيوان لأن إحنا أصلاً فارعنا صحة عامة إذن فما عدنا لا قتل ولا تشريح ولا أي شي بس هاي القتل والتشريح هيتلقوها وبعدين بيجي راحة وبعدين تكتشفون الحقيقة المرة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شرح كلش حلو وممتع شكراً دكتور آني أقرركم إن شاء الله ثلاثة موعدنا المحاضرة تكملت المحاضرة رح نتوقف للكلر يعني أنا ما حطت لكم إياها بين المحاضرة بس لأ نكمل شرحها على الثلاثة للكلر بس قبل ما تخصيناك سؤال كل شوائن كتب الحشرات هكو تعاملوا إياهن حشرات لا هاي بس بالبيانضة جيحتمون يعني وعدكم بالطفايليات تشوفون إنه بس تتعرفون على أنواع الحشرات أو يراوكم إياها بس صورة مجهرية أو يعني هيك شي ما يعني ما عدكم أتوقع دراستك ناقلة للأمراض شون أتوقع دراستك ناقلة للأمراض إي يعني بضبط أنت وعدكم درس يسمى الطفايليات بالطفايليات رح تتعرفون على الحشرات لأنه يعني مثل ما قال زميلكم إنه ينقل بعض الأمراض فلازم شوية يعني تتعرفون عليها يعني يهم الحشرات اللي تنقل الأمراض أو خصوصا للهيومن يعني يعني الدكتورة ما نتعمل ويا الطيور طيور تتعمل ياها عدكم درس إدارة دواجن بالكورس الثانية هذا هم تابع الفرق هو مخصص بس الدواجن هو رح تتعرفون بالكورس الثانية أزين هذا الله كريم الله كريم إحنا هواي إشعات تتحكم بين الواقع نعم نعم ضروري نجيب لابتوب لابتوب لا لابكوت لابتوب حس ليش تجيب اللابتوب بالكل يوم ما تحتاج تجيب اللاب دكتورة المحاضرات هاي هم تسجل حتى إذا واحد نسي شي أو هاي يقدر يتابع هم هطل يرجع يريد تسجل بس آني اليوم نسيت تسجل إن شاء الله على المحاضرة الجاي فآني موجودة بعدكم أي سؤال أي استفسار لا دكتور ما تسجنتي هاي والله نسيت بعد ذكروني عافي حبابين اي لا عافي وانا عيد شكرا متأبلة انه نرجع نعيد وانا عافي نسيت آني بس دكتور بس دكتور نعم زين نحن نقدر ناخذ يعني الملازم من المكتبة المقدمة آن باعو آن رح أسحبها أوكي رح أسحبها وانطهل المكتبة حتى تأخذوها يعني أنا زلت لكم يا على pdf وهمنا أسحبها و تلقوها دكتور عايزة جيتها عادي لو شون عايزة جيتها كفيديو يعني إي عادي يلا أوكي إذا سجلتها بعد حسن الآن نسيت سجل دكتور بس بالنسبة بالنسبة للمنهج أنه أنا أحفظ كلمة كلمة له لا عيني كلمة كلمة ما ترهم بس إنه أنت لازم تفهم واحتمال يعني خلي بالك إذا تجي أسئلة مستكيو يعني صح وخطأ أو هيتش شي فمن تقرأ أقرب تركيز يعني لأنه مثلا الصح وخطأ الحرف أو هذي يعني هي إنه حتى تقول جملة صحيحة أو خطأ يعني نتلاعب بالأشياء دكتور عذريني شوية استألنا شوية يقول الوقت تكمل من الزمان يعني بس نحن شوي سأجل لا بالمناسبة أنا أنا منزلتها على شباب المحاضرة موجود على الكلاس دكتور المحاضرة تختلف عن شرحش إحنا ريت شرحش هي ترى نفسها بس يعني أكيد بالشرح وياها حتى عرف هي رحت شي سموها يختلف أنا موجودة تلاقوني بفرع الصحة العامة إذا عدتكم أي سؤال استروا أنا موجودة حتى باتروا إياكم بالاجتماع شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا طولنا شكرا أي سؤال شكرا جزيلا